اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية سيدنا يوسف عليه السلام ربنا اقتلاه واختبر واختبارات شديدة جدا اخوة رامو في البير دخل السجن ظلم ولما ربنا سبحانه وتعالى مكنه في الارض واصبح عزيز مصر شاف اخواته تاني اللي هم ظلموه وهم اللي كانوا في حاجة اليه هو كان فوق وهم يعني في الاحتياج اليه فايه يا ترى سر تمكين ربنا سبحانه وتعالى ليه وايه السر في انقلاب الحال من ضعف لقوة ده اللي هنعرفه من دكتور محمد العربي عضو المنظمة العالمية الاظهر الشريف ازاي حضرتك يا دكتور الحمد لله لما الواحد يبقى مستضعف في الارض وبعدين كده دوم الحال محال ويقوم قلبها يعني فكرة ان انا ابقانا المتمكن وكده ده مش لاخر الدنيا اكيد يعني لو ظلمت هيجي يوم والاية تنقلب او السحر ينقلب على السحر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يعني انا بحية حضرتك في البداية على حسن انتقاء الكلمات والالفاظ وحقيقة يعني قل ما يوجد يعني لما تكلمت عن اخوة يوسف واحتياجهم لأخيهم سيدنا يوسف عليه السلام سورة يوسف ما قرأها مهموم ولا محزون إلا فك الله عنه حزنه وهمه وغمه علاج كرآني من المولى سبحانه وتعالى سيدنا يوسف ابتلي وافتتن وقابل محا كثيرة طيب سيدنا يوسف لما نتكلم عن يوسف والاعجاز العددي في الكرآن المتعلق بيوسف عليه السلام سيدنا يوسف ذكر في الكرآن في ثلاث موضع فقط ثلاث موضع فقط في سورة الأنعام وفي سورة الغافر وفي هذه السورة التي سميت باسمه سيدنا يوسف ترتيب بين الأنبياء رقم 12 من سيدنا آدم إلى يوسف 12 أبناء سيدنا يعقوب 12 هذه السورة ترتيبها 12 وفي الجزء الثاني 10 يعني إعجاز يفوق الوصف إعجاز لا تجد له مسين على الإطلاق ربنا سبحانه وتعالى في نهاية القصة بيبين لنا أن أهل الإبتلاء لهم مكانة ولهم مثوبة ولهم مضاعفة إخوة يوسف لما ذهبوا إليه قالوا أئنك لأنت يوسف هنا استفهام وإحنا قلنا الاستفهام في الكرآن عندنا 1260 استفهام في 23 نوع طيب أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا يبأ إذن كل ما أوتيته من نعمة ومن فضل فهو منة من الله إنه السبب بأه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التقوى والصبر سبب موصل للإحسان إحنا عندنا التقوى في كل أمور حياتنا والتقوى في الكرآن يعني من أكثر القيمة الكرآنية التي جاءت يعني إحنا عندنا أكثر من 300 آية يتحدث المولى سبحانه وتعالى فيها عن التقوى والصبر 92 آية يتحدث الله فيها عن الصبر صبر على العلم وصبر على الطاعة وصبر مع الصلاة في وجوب الاستعانة بهما أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة طيب وإيه تاني بقى؟ بالله إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصيام وتكلم عن الحج جعل بينهما حديث عن الصبر لأن الصيام لا بد أن يكون فيه صبر والحج لا بد أن يكون فيه صبر وأيضا يجمع بين التقوى والصيام والتقوى والحج طيب الإحسان الإحسان حتى تصل إلى مرتبة الإحسان وهي أعلى من الإسلام والإيمان الإحسان 95 آية في الكرآن حتى تصل إلى مرتبة الإحسان لا بد أن يكون عندك تقوى وعندك الصبر الإحسان مادي الإحسان معنوي الإحسان إنفاق مادي والإحسان معنوي بالكلم الطيبة والحسن مع الناس وكنت حضرتك قبل كده سألتيني عن كيف وسع الله على عباده ولا نسيت السؤال لا اختكرت ربنا سبحانه وتعالى وسع على عباده في الكرآن في عشر مواضع في الصيام قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر ده توسعة توسعة من المولى سبحانه وتعالى وفي الحج من لا يستطيع أن يقدم الهادي أو يسبح فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ده الحج نفسه فيه توسعة توسعة وتيسير يعني لمن استطاع إليه سبيل نعم الجهاد أسقط عن الأعمى وعن المريض ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج الميتة يباح لك أكلها عند المخمصة يعني هيموت يأكل من الميتة فمن الطرى غير باغ ولا عاد فلا إسمع لي قصر الصلاة إباحة وتوسعة من المولى سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أم تقصر من الصلاة أيضا التعدد ساعة وجود السبب الداعي للتعدد صحيح والضابط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أومى ملكت أيمانكم بعد كذا ربنا بيقولين إيه أن ينطق الإنسان بكلمة الكفر خوفا من الموت إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فأنا طبعا يعني إيه حبيت أجاوب على السؤال الجميل نعم إحنا كان الحلقة اللي فاتت حقيقة قلت أنه ربنا سبحانه وتعالى بيوسع ما يضيقه البعض بعض الناس بتديقها وتزنقها فطلبت من فضلت الشيخ من جبلنا مواضع التوسع في القرآن الكريم ربنا يكربك طبنا أمير حضرتك فالإحسان مرتبط بالتقوة مرتبط بالصبع سيدنا يوسف ظلم وابتلي ولما مكنه الله من إخوته ومن الذين ظلموا أحسن إليهم أحسن إلى امرأة العزيز وأحسن إلى النسوة وأحسن الله إلى يوسف عليه السلام لما أظهره على حكم البلاد وملك البلاد وبالمناسبة سيدنا يوسف جاء قبل سيدنا موسى 300 سنة وسكن ساسان وساسان حاليا دي محافظة الشرقية وسكن فيها أبناء يعقوب وأحفاد يعقوب لغاية سيدنا موسى عليه السلام كان عددهم وصل 600 ألف ودي قصة كبيرة يعني لها موضحة ولها مقارة يعني مقر سيدنا يوسف في مصر كان في الشرقية ساسان اللي هي حاليا محافظة الشرقية اللي تولد فيها بعد كده قارون اللي بيبقى أغنى أغنياء الكون على الإطلاق لما ربنا بيقول يعني إيه وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّا مَفَاتِحَا الإنسان لا ينسى الإحسان إلى الناس لأن الله يحسن إليك بقدر ما تحسن إلى الناس والله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف أضعاف ما تنفقه لأن أعظم النفقة وأعظم الصدقة ما تقدمه وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغناء يعني إيه شحيح؟ بخيل أنا عارفة يعني إيه ما تقدمه وأنت شحيح عاوز تتصدق وخايف أنت محتاج الفلوس دي ونفسك تراودك أول ما يلاقي نفسه تراوده ويخالفه يخالفها فبالتالي أنت صحيح في قوتك وأنت شحيح وأنت بخيل لأن الغاية كلها من الطعاة يا أستاذ دعاء أن تترك مرادك إلى مراد الله وإن لم تفهم مراد الله نحن بنصلي العوام لا يعرفون قيمة معنى الصلاة ولكن يصلون نرمي الجمعات نطوف حول الكعبة كلها معاني قد لا نفهمها ولكن نتخلى فيها عن مرادتنا لمراد الله سبحانه يعني فكرة الاقتماع التام عن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أمرنا نعملها ولا يعني ألت فكروا بس هل لو حد مش مقتنع إيه إيه لازمت مثلا أن أنا أطلع أو أن أنا أدور حول الكعبة أو أن أنا يعني ممكن فيه ناس بتعطي صفصة في هذه المثال نعم السؤال جميل وبيخلينا برضو يروح للصدقة ليه بقى أنا بتصدق ليه لأن الله هو الذي أمرني والله هو الذي حسني لما نزل قول الله سبحانه من ذا الذي يكرد الله قردا حسن قال اليهود لقد افتقر ربك يا محمد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يبئزا مهما أنت تتصدق لأنك انتسلت لأنك أطعت لأنك تعاملت مع المولى سبحانه وتعالى طيب احنا شايفين هنا القرية تقريبا كلها من غير أسقف يعني الصورة الأولانية اللي شفناها قبل ده كلها عبارة عن جدران بس جدران كده لا مش هتحمي يعني هي بس الناس ايه تتقاوى في جدار كده إنما من فوق أي حاجة تدخل لهم يعني فهنا ده بعد يعني بعد ما تم التسقيف وكده والواحد لما يشوف هل الانسان ممكن يتباهى مش لازم قدام حد عشان ما تبقاش منه أذا بس يتبسط بنفسه أو يتباهى يعني هل ده ممكن ولا يبقى رياء وممنوع ويستغفر وخلاص بالعكس إننا يعني أولا إحنا قلنا فيه مواطن يعني يستحب على الإنسان أن يعلن فيها الصدقة يعني الصدقة اللي أصل فيها الخفاء والحديث بتاعنا نحن سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكن العنانية بقى يعني ساعة الاختداء ساعة الحس لما لأي العملية أصلا ما فيش يعني افتقر الناس ما فيش حد يقدم يد المعونة يبقى من الواجب أن يعلن المتصدق عن صدقته زي ما احنا بنشوف أنه بعض الناس بيقولون أنه هو ساهم بكذا وتبرع بكذا من أجل تسقيف بيوت أو من أجل إحياء أسرة حياة كريمة لأنه ده من باب المباهة المحمودة الجدل مزموم يعني نحن بنقيس على الجدل مزموم في كل مواضعه ولكنه محمود في مواضع جدل الأنبياء مع الأخوان محمود والجدل بالحق محمود يبقى إذن المباهة المباهة ساعة الإعلان عن الصدقة يبادي مباهات محمودة وفيها إسعاد لنفس المتصدق وإسعاد للآخرين أيضا وإحنا كلنا حضرتك في الدنيا بنتباهة بما لا قيمة له صحيح يعني نتباهة بالسيارات ونتباهة بالبيوت ونتباهة بالسياب لكن المباهة الحقيقية بالأعمال الصالحة يعني أنت يوم القيامة هتتباهة بإيه بكم يعني فقير كسوته أو أطعمته أو سقيته دي فيها شعرة بين المباهة اللي هي المحمودة والمباهة اللي هي التكبر على الناس بأنه بيعمل وبيساعد وده بخلينا بقى إيه نروح للإخلاص كان فيه واحد من بني إسرائيل وهو ماشي وجد كسبان رمل فقال ونيته خالصة صادقة لو أن لي مثل هذا طعاما لأنفقته في سبيل الله فأوحى الله إليه قال علم الله صدق نيتك وتقبل صدقتك وأعطاك ثوابك يبقى الإخلاص في النية والصدق في النية وحسن الظن بالله يعني حضرتك حسن الظن بالله ده سبب من أسباب السعادة في الدنيا أسباب السعادة في الدنيا كثيرة منها حسن الظن بالله سيدنا زكريا عليه السلام لما وجد هذه الخيرات عند السيدة مريم فتوجه إلى الله مباشرة هناك دعا زكريا ربه الأمل في الله أن الإسان لا ييأس أنا أتعجب حقيقة لما واحد يقول لي أنا خلاص يأست من حياتي الحياة مفاش أمل إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا على الإسان سيدنا موسى عليه السلام كلا إن معي يا ربي سيهدين الله معنا والله لن يتخلى عنا ولن يتركنا بحالة من الأحوال طبعا إحنا بنشوف يعني زي ما احنا شايفين معانا اللي هو محور البطاطين إحنا بنحتاجها اليومين دولة على التحديد خلاص بدأ البرد قارس يبدأ يشتد أفضل الصدقة ما وفقت حاجة المتصدق عليه تمام جماعة إحنا عندنا مبادرة يعني بتشمل كل هؤلاء الفقراء والمحتاجين متألف بطنية خاصة كلنا حسين بالبرد وبقسواته يعني في الأيام دي وما ينفعش أن أنا أطلع بطن في الصيف صحيح يعني إحنا بنطلعها في وقتها الذي يحتاج إليه الناس لأن الإنسان يعني يسأل عن كل لحظة تقصير في حياته يعني يقول ابن آدم في الحديث مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت تخيل حضرتك مجنيه مثلا أنا هصرف منها تسعين على نفسي وهطلع عشر جنيه منها لله اللي بقي هي العشر هي العشر جنيه زي قصة الشاه مع السيدة عائشة لما بيسألها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقي منها فبتقول له يعني ما بقي إلا كتفها قال بقيت كلها إلا كتفها كل حاجة بقى في الدنيا نعم الولاد هيورسوا إيه وهنطلع جزء لله الجزء لله ده هو اللي باقي والباقي العيال بقى يخدوه بقى يطلعوا فيه بقى يعملوا في اللي عايدين والله إحنا حضرتك لازم نذكر نفسنا أنه الإنسان لما بيموت يعني يذهب معه إلى القبر سلاسة المال والعمل والأهل يرجع سنان المال والأهل ويبقى واحد العمل ماذا عملت أنت عملت إيه بقى يعني ما هو الخير الفلوس اللي في البنوك هترجع هترجع بقى المين يعني الأولادك وقد يتنازع عليها وقد يعني لا يحسن استخدامها أنت جمعتها علشان أولادك قد يسيء استخدامها وتسأل أنت عنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة عاوزين نذكر نفسنا وكل من يسمعنا ويشاهدنا بهذا الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع والمال هو الوحيد من بين الأربعة في سؤالين صحيح عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يعني قانون من أين لك هذا قانون إلهي صحيح من أين اكتسبه وفيما أنفقه ويحاسب عليه إذا ما أساء الأبناء والورثة استغلالة يبقى إذن يبقى معك عملك في القابرة أبد أن تكسر من العمل الصالح والنية إذا كانت خالصة صادقة فيها حسن صن بالله ربنا بيفتح لك أبواب الخير أن تتوفق إلى هذا العمل والله يصطفيك إلى هذا العمل وقد يغيب عن الكثيرين لكن ربنا بيقولك فيه باب خيره تعالى لتتوجه إلى هذا الباب لأنه يكون شافعا لك يوم القيامة وسيق تمام السيقة حضرتك أنه حتى الابتلاء فيه رفع لدرجات العبدي يوم القيامة طيب بمناسبة المستشفى احكي لي كده فضلت الشيخ المرض جاء في القرآن بقى في أي مواضع وربنا تعامل معه إذن إحنا قلنا قبل كده ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الأمراض والأعضاء في القرآن في 27 آية لأنه حضرتك الصحة غالية يعني أسمن شيء على الإنسان صحته الإنسان في شبابه يفني شبابه من أجل المال وفي كبره يفني المال من أجل البحث عن الصحة تمام فربنا بيقول لنا لازم يكون فيه يعني توازن في حياتك أنت تسعى يعني على قدر استطاعتك وسق أن الله تكفل برزقك تكفل بعنايتك وتكفل بحمايتك طيب الصحة يعني الاهتمام بالصحة أساسي في القرآن وأساسي في الإسلام اهتم الإسلام بالعلم واهتم بالصحة واهتم بكل ما يرفع من قيمة الإنسان ومن حياة الإنسان مش صحة الإنسان بس وأيضا صحة الحيوان نعندنا الأوقاف الإسلامية سابقة في هذا الشأن طيب الصحة تبي الاهتمام بالصحة يؤكد نبوغ العقلية الإسلامية الطبيبات المسلمات حضرتك يعني طبعا رفايدة أقوى السيدة معوز بنت ربيع دولة يعني كانت طبيبتان في صدر الإسلام بيبيل لنا الإسلام أنه بيهتم بالصحة والمستشفى التي قيمت في العاصر الأموي تخيل حضرتك مستشفى قيمت مستشفى عام وكان فيه مستشفى للمجازيب في العاصر الأموي فنقول أننا معنا مستشفى وعاوزين أننا ننتهي من بقية الأعمال على وعسى أن تكون حسنة لك يوم القيامة حسنة بقية تشهد لك في صحائف حسناتك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني طبعا حضرتك الأيادية أي عظيمة جدا ولكن الأم لها موضع خاص فيها لأن الإنسان عندما يخير بين الافتداء هات واحد تفتدي به نفسك يفتدي نفسه بكل الناس إلا أمه لأن الأم لها مكانة يعني هو يفر من كل الناس يفر منها ولكن لا يفتدي نفسه بها إلا الأم شوف حضرتك حتى الكرآن لما تكلم يود المجرم لأن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إلا الأم لكن لا يضع أمه مكانه في العذاب لكنه يفر منها لذلك بنقول قدم لنفسك عملا صالحا يكون في ميزان حسناتك يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم وعندنا 14 قلب في القرآن وبنتكلم عنه إن شاء الله حلقة قادمة فضلت الشيخ دكتور محمد العربي وعضو المنظمة العالمية لأظهر الشريف شكرا جزيلا شكرا على حسن المتابعة أشوفكم على خير بكرة بإذن الله اشتركوا في القناة